موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعنوة مروفة لتامي في محكمة الاستناف من واكشوب ترغض طلب النيابة حالة سلوخ للسجن وتبقي على وضعهم تحت المراقبة موسيقى يراكم حال تغيير الدستور يحتج أمام مقر اتحاد الودباء والكتاب الموريتانيين رفضا بمشروع النشيد الوطني موسيقى الرئيس السنغالي السابق يرفض الحوار مع الرئيس الحالي ويتهمه بالسعي إلى خداع الرئيس موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة رفضت غرفة الاتهام في محكمة الاستناف بن واكشوب طلب النيابة القاضي بحالة 12 عضوا سابقا بمجلس الشيوخ الموريتاني إلى السجن وأقرت قرار قاضي التحقيق القاضي بوضعهم تحت المراقبة القضائية وكانت غرفة الاتهام قد بدأت مداولاتها الأربعاء بشأن استناف النيابة لقرارات قاضي التحقيق في حق المشمولين فيما بات يعرف بملف بعمات وآخرون احتج عدد من شباب حراك محال تغيير الدستور أمام مقر اتحاد الودباء والكتاب الموريتانيين في نواكشوت رفضا لمشروع النشيد الوطني الجديد المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الاثنين ورفع المشاركون في الاحتجاج لافتات رافضة لتغيير العلم والنشيد الجديدين وتؤكد التمسك بالعلم والنشيد القديمين دقيقة هذا النشيد له اللي استغلت عليهم موريتان وتربات علي الجيال ما نفر المستعدين عنه يبدل اليوم ولا الصبح ولا نهار الأخر ولا نمستعدين عن أبناء البلد على الأقل اللي يتمثل فيهم نخبر وطني والله نخبر اللي واعية تعود اليوم تبيع الوطن بكلمات ركيكة ولا يعلم مستوى وتعود من ذلك المولة اللي تباع بالذمن ذمن حققته وحكومة دون المستوى لما هو مقبول نهاية يعني اليوم بجينا هولاتيها بحراك محال تغيير الدستور مجلش بجينا نقول عن شعب مرتاني بتمسك بعلمه بتمسك بنشيده وعن لا يبغي بهدلها نهايا ما ما كلف الثمن وعن الطالبين من جميع غيري على الوطن اللي هو من جميع الشباب من جميع الشيب من جميع الشيوخ عن ملوك فوقف طرح واحد نظم المجلس الأعلى للفتوى والمظالمين أدوة في نواقشوت لنقاش كتاب مجموع النوازل المعروف بن بوية وقال رئيس المجلس محمد المختار واللمبالة إن اختيار المجلس لنقاش الكتاب جاء لاعتبارات من بينها أنه يشكل مدونة وطنية تجمع فتاوى خيرة علماء البلد وقد حضر الندوة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد الله الداود إضافة إلى عدد من العلماء والباحثين نحن قياما بالواجب أردنا أن نقدم هذا الكتاب وطبعا عندنا أيضا كتاب آخر نشتغل عليه الآن لا يقل أهمية عن هذا بل هو أكثر منه جمعا وأكثر منه تساعا وهو العمل المشكور بجمع نوازل علماء التكرور وهو أيضا لعالمين ولاتيين غلاويين بن معمي محمد بن بكرين بن الهاشم أيضا وهو ما كانت توجد منه نسخة في موريتاني طبعا حصلنا على نسخة منه أصلا توجد في مركز أحمد باب التين بكتي وطبعا فيها كثير من السقط وكثير من الفساد ونحن نشتغل عليها منذ زمن نريد أن نخرج منها ما يمكنه ما يمكنه أن نخرجه لأن ما لا يدرك كله لا يترك جلده طبعا عثرنا أخيرا على نسخة كانت عند المرحوم دكتور جمال بن الحسن رحمه الله تعالى لأنه كان طبعا رائد هذا الميدان وكان بحاثه فحصلنا على نسخة كانت توجد عنده فانجدتنا هذه النسخة في الأخير ونحن الآن نعتمد عليها في تصوى أعلن في العاصمة نواكشوت عن اختتام مشروع تكوين الفاعلين في مجال لا مركزية المنظم من طرف الاتحاد الأوروبي والتعاون الدولي الألماني وقد استمر مشروع تكوين 36 شهرا تم خلالها تكوين 1200 شخص من المنتخبين المحليين وممثلي منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال لا مركزية والتنمية المحلية في ضمان استمراري التعزيز قدرات الفاعلين في مجال لا مركزية فقد تم على مستوى مديرة المجموعات الإقليمية إنشاء وحدة فنية لتكوين سيكون من مهامها متابعة وتسيير التكوين المستمر وتطوير في المنهندس التكوين والشراكة مع الشركاء الفنيين والماليين المتدخلين في هذا المجال ولقد استفاد أعضاء هذه الوحدة من تكوين مكثف متكوين مكثف في مجال مهندس التكوين وإعداد الاستراتيجيات وتسيير المشاريع إلى آخره وتعكف وزارة الوزارة حاليا على إعداد استراتيجية وطنية لتكوين الفاعلين في مجال لا مركزية لفترة 2018 إلى 2022 حيث تشكل طارد مرجع لجميع التكوينات التي سيتم تنظيمها في مستقبل الصالح الفاعلين في مجال لا مركزية أعلنت هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي عن إطلاق حملة تهدف إلى معرفة الأسباب وراء عدم تمدرس الأطفال وكانت الهيئة قد أحصت مؤخرا أزيد من ألف طفل غير متمدرس في العاصمة واكشوت وتسعى الآن إلى معرفة الأسباب وراء ذلك والتي أوضحت أن في مقدمتها عائق الأوراق المدنية من أجل نحسب ونحصوا هذا الشباب اللي عنده هذا النوع من الحالات هذا الشباب اللي ممنوع من التمدرس لأنه ممنوع من الحالة المدنية لأنه أبوه ما هو هون والله ماجا والله ما هو قاع خالي أصلا والله ما هو موريتان والله ما هو مهتم لأن هذه الأسباب اللي هي لا هينعدوها وكل سبب منها لا هيندرسوه وحده ونخرصوش لا هينعدلوا معاه ذوك الآباء اللي ممتنعين لا هينتقاضعوا معاهم عند العدالة وذوك الآباء اللي مفقودين لا هينخرصوا الطريقة اللي تقدر الدولة تتعامل مع هذه الأطفال ذلك الأطفال ما هم خالقين أبائهم ما هم خالقين للأسف لا أهموا لي عند الدولة طريقة له التعامل معهم به عنها أننا نحن دور المجتمع المدني نوضح مشكلة هذه الناس ونقدم الحلول للجهات المعنى أعلن الرئيس السنغالي السابق عبدالله واد رفضه الحوار مع الرئيس الحلي ماكسل متهما إياه بالسعي إلى خداع رأي العام وقال واد في كلمة له خلال اجتماع بذاكار للجنة التوجهية للحزب الديمقراطي السنغالي إن الانتخابات التجريعية الأخيرة التي فاز فيها بمنصب نائب برلماني قبل أن يستقيل لاحقا من منصبه قال إنها كانت فاشلة ومزورة نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير الرئيس السنغالي السابق عبدالله واد يعلن رفضه الدخول في حوار سياسي مع الرئيس الحلي ماكسل الذي دعا إلى ضرورة الحوار بشأن عدد من الملفات وحسمها قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها عام 2019 وقال واد خلال اجتماع للجنة التوجهية للحزب الديمقراطي السنغالي الذي أسسه عام 74-900-1000 إن اللجنة لا ترى في مواقف ماكسل مواقف من يريد الحوار ووصف واد الذي أعلن مؤخرا عن استقالته من منصب نائب برلماني في البرلمان الثالث عشر في تاريخ السنغال لانتخابات التشريعية بالمزورة والفاشلة مضيفا أنه كان ينبغي أن تتبع بإصلاحات في أفق رئاسيات 2019 متهما الرئيس ماكسل بالسعي إلى خداع الرأي العام وكانت السنغال قد أنهت قبل أسابيع انتخابات تشريعية فاز فيها لإتلاف الداعم لنظام ماكسل وحل الإتلاف الذي يرأسه عبدالله واد في المرتبة الثانية فيما حل إتلاف الخليفة صل المعتقل منذ شهر مارس الماضي بتهمة اختلاس أموال عمومية في المرتبة الثالثة ويسعى الرئيس ماكسل للترشح للانتخابات الرئاسية 2019 بحثا عن مأمورية رئاسية ذانية ولا يستبعد البعض أن يشارك في ذات الانتخابات عمدة داكار المنتخب من داخل زنزانته نائبا برلمانيا الخليفة صلة إضافة إلى نجل الرئيس السابق عبدالله واد كريم واد المقيم بقطر منذ فترة نفى وزير حقوق الإنسان في جمهورية مالي كاسوم تابو خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة باماكو وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في وسط البلاد مرتكبة من طرف قوات الأمن المالية وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت السلطات المالية إلى تشكيل لجنة بحث دولية للتحقيق في حالات إعدام واختفاء قسري قالت إنها ارتكبت في بعض مدن وسط البلاد من طرف قوات الأمن المالية التفاصيل نتابعها في هذا التقرير وزير حقوق الإنسان المالي كاسوم تابو يؤكد في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة باماكو في ختام أعمال بعثة تحقيق قادها بولاية مبت وسط البلاد استمرت ثلاثة أيام للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية أن لا أثر لأي انتهاك حقوقي أو تعذيب قام بها الجنود الماليون هناك وقال كاسوم تابو إن الحكومة المالية لن تتسامح مع الهجوم الذي لا أساس له والذي من شأنه تقويض الروح المعنوية لدى قوات الأمن المالية ولن تقبل بذلك وأكد كاسوم أنه زار مفوضيات الشرطة والسجون ومقرات فرق الدراك بكل من بلدات دوينزا وسيفاري وبانديانغارا ومبتي وكان مصحوبا بوفد ضم ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بمالي وممثلين عن بعض المنظمات الحقوقية بهدف التحقيق في جرائم الانتهاك بالولاية الخامسة في مالي ولم يتم العثور على ما يؤكد اتهامات منظمة هيومان رايتش واتش وكانت منظمة هيومان رايتش واتش قد دعت السلطات المالية في تقرير صادر عنها إلى تشكيل لجنة بحث دولية طبقا لما ينص عليه اتفاق السلم والمصارح الذي ترعاه الجزائر تكون مهمتها التحقيق الفوري في حالات الإعدام التي قالت إنها تمت خارج القانون وكذا حالات الاختفاء القصري وغيرها من الجرائم التي يحرمها القانون الدولي وترتكبها قوات الأمن المالية والجماعات المسلحة في البلاد وفق ما ورد في التقرير وقالت هيومان رايتس واتش إن عدم مساءلة الأشخاص الذين يتهمون بالمسؤولية عن انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لهم عكاسات وصفتها بالكارثية على بلد يكافح من أجل إنهاء نزاع تسبب في أعمال عنف كبيرة بالمنطقتين الوسطى والشمالية مددت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الصهيونية بمدينة حيفا اعتقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر رافضة بذلك الاستئناف الذي تقدم به فريق دفاعه ويوجه القضاء الصهيوني للشيخ رائد صلاح تهما تتعلق بالتحريض وتأييد نشاط جمعية محظورة في إشارة إلى الحركة الإسلامية التي حضرها نتنياهو عام 2015 بدعوى ممارستها أنشطة تحريضية ضد الكيان الصهيوني نتابع رفضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الصهيونية في مدينة حيفا اليوم الأربعاء الاستئناف الذي تقدم به فريق الدفاع عن الشيخ رائد صلاح ضد قرار اعتقاله وأصرت على تمديد اعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءة القضائية بحقه وقال الشيخ رائد صلاح عند دخوله قاعة المحكمة إنه رغم كل ظروف الصعبة التي مر بها فإنه لا تنازل عن أي تآية من القرآن الكريم ولا عن أي حديث نبوي ولا عن أي حجر من الأقصى كما أنه لا تنازل عن الثوابت الإسلامية العربية في فلسطين حتى ألقى الله تعالى وكان محمد دفاع عن الشيخ رائد صلاح السيد خارز بارقة تقدم باستئناف للمحكمة المركزية ضد قرار المحكمة الصلح في حيفا القاضي بتمديد اعتقال الشيخ مطالبا بإطلاق سراحه وبحسب بأن شرطة الاحتلال فإن الشيخ رائد صلاح معتقر من الرابع عشر من غشرة المنصر التحقيق معه في الشبهات بالتحريض وتأييد جمعية محظورة في إشارة الحركة الإسلامية التي حضرها نتنياهو في نوفمبر عام 2015 بدعوة ممارستها إنشطة تحريض ضد الكيان وقد اقتدت شرطة الصيوني الشيخ رائد صلاح من منزله بمدينة أم الفحم شمال فلسطين المحتلة بعد إلقائه خطبة أثناء مراسم تشيع شهداء فلسطينيين من الداخل تلا خلالها قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أم ماتا براحياء عند ربهم يرزقون لتقوم حكمة الصلح الصيوني بعد ذلك بتمديد اعتقاله عدة مرات بتهمة التحريض ويعتبر الشيخ رائد صلاح لا يلقى بشيخ الأقصى أبرز المنافحين عن الحرام القدسي والباقفين في مواجهة السياسات العدائية الصيونية بحق الشعب الفلسطيني وقد كان الشيخ رائد هو أول من كشف النقاب عن حفريات صيونية تحت الأقصى كما تولى منصب رئاسة بلديتهم الفحن ثلاثة مرات متتالية وانتخب رئيسا لجمعية الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية نهاية نشرة أخباري الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها غرفة لتامي في محكمة الاجتنام في الواقشوب ترفض طلب النيابة حالة شيوخ للسجل وتبقي على وضعهم تحت المراقبة حراك محال تغيير الدستور يحتج أمام مقر اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين رفضا بمشروع نشيد الوطن الانساني الرئيس السنغالي السابق يرفض الحوار مع الرئيس الحالي ويتهمه بالسعي إلى خداع الرئيس العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر